ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة أن الموساد الإسرائيلي اختال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بتفجير عبوة ناسفة زرعت مسبقا في غرفة بدار الضيافة في تهران وأكد الموقع أن الموساد تمكن من زرع العبوة الناسفة في منشأة شديدة الحراسة بما يظهر الاختراق العميق لأجهزة المخابرات الإسرائيلية داخل إيران لا تزال المعلومات تتكشف يوما تلو الآخر حول طبيعة مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تهران يوم الأربعاء الماضي فبعد الحديث عن صاروخ استهدف مقر إقامته كشف سبعة مسؤولين أن عبوة ناسفة تم تهربها سرا إلى دار الضيافة في تهران حيث كان يقيم هي ما أدى إلى مقتله وذلك وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقد تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريبا في دار الضيافة وبحسب الصحيفة الأمريكية فالقنبلة تم تفجيرها عن بعد بمجرد التأكد من وجود هنية داخل غرفته كما أدى الانفجار إلى مقتل حارس شخصية وكالة فارس الإيرانية قالت إن التحقيقات أكدت أن هذا العمل تم التخطيط له وتنفيذه من قبل إسرائيل في حين لم تعترف إسرائيل علنا بمسؤوليتها عن القتل لكن مسؤولين استخباراتيين إسرائيليين أطلعوا الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى على تفاصيل العملية في أعقاب ذلك مباشرة وفقا للمسؤولين جاء اغتيال هنية بعد ساعة فقط من قيام إسرائيل باغتيال القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة زادت المخاوف من توسع النزاع الدائر منذ نحو عشرة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس وبينما حرم اغتيال إسماعيل هنية حركة حماس من أحد أكثر قادتها السياسيين دهاء تدور حاليا التساؤلات حول من سيخلفه فلدى حماس عدة مرشحين محتملين لخلافة هنية من أبرزهم خالد مشعل زعيم الحركة في الخارج الذي نجى من محاولة اغتيال إسرائيلية في الأردن في عام 1997 ويقيم حاليا في قطر وينافس مشعل على هذا الدور أسامة حمدان عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول العلاقات الدولية فيها وممثلها في لبنان وقد يكون له دور كبير في فترة الانتقال الحالية نظرا لعلاقاته القوية في المنطقة أيضا من المرشحين لخلافة هنية موسى أبو مرزوق الرئيس الأول للمكتب السياسي لحماس ويعد أقل بروزا مقارنة بالمرشحين الآخرين إلا أنه يظل ضمن الشخصيات المحتملة لتولي القيادة نظرا لدوره السابق في الحركة وعلاقاته المتنوعة إضافة إلى نزار أبو رمضان وهو الذي نافس يحيى السنوار على منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة ويعد مقربا من مشعل أما خليل الحية الشخصية القوية داخل حماس والذي كان مقربا من هنية فهو قيادي بارز يعيش في المنفى وينحدر من غزة وهو أيضا مرشح قوي وله علاقات دولية مهمة وعلاقات جيدة مع الجناح العسكرية الخبراء يقولون أن اغتيال هنية لن يؤثر على الطريقة التي تدير بها حركة حماس حربها ضد إسرائيل في قطاع غزة حيث تقود شخصيات من بينها يحيى السنوار العمليات بدرجة كبيرة من الاستقلالية أثناء الحرب ترجمة نانسي قنقر